إزاي الذكرى تتحول إلى حياة؟ الذكرى بقى رمضان رمضان وجمال اللي ابتهلات وجمال الصلوات وجمال تلاوة القرآن والمصاحف المنورة والقلوب المليانة طيبة والناس لما بتسكن كده والناس اللي أنا بتكلم عن الناس اللي فازوا واللي فهموا يعني ايه رمضان ده أعمل ايه بقى عشان رمضان ده ايه واصبح ايه مش بس رمضان رمضان الصلاة الصدقة الكلمة الحلوة جبر الخاطر كل الحاجات ازاي نداوم قال له عشان تداوم فيه ربعية كده تجاه انه بتدخل العبادة في ايه في بيت عشان يعيش في بيت عشان ايه يعيش بها الانسان ايه الاربع حاجات دولة نحفظه التشوق والتعلق والتخلق والتحق ايه هما الاربع تاني التشوق يعني ايه التشوق يا راجل ينفع ان انت ما تشتقش الرمضان ينفع ان انت ما تشتقش المساجد التشوق يعني ايه تشوف جمال واصل ربنا الصلاة وصلة بين العبد وربي فتتشوق للصلاة تبقى حيش الصلاة كده تتشوق بيها تروح للصلاة وحضرت النبي كان يتشوق للصلاة ايه اللي حاصل شوف حضرت النبي يقول ايه ارحنا بالصلاة يا بلاي وكانه ينتظر ونزلك ايه اللي حاصل الناس لما بيتشوقوا للعبادة يحصل لهم حاجات غريبة قوي لما يتشوق للعبادة ساعات يحس بان الادان ادن وهو لسه ما ادنش متشوق ان هو يصلي متشوق متعلق قلبه بالمحبة متشوق متشوق زي ما حضرت النبي قال اشتقتوا لأحبابي قال قوموا امانوا بي ولم يرون الناس لسه مجوش فمتشوق لهم حضرت النبي وبعدين اتعلمت حاجة اواوي من تشوق اللي بيتشوق للعبادة واللي بيتشوق لله سبحانه وتعالى بيتشوق ويصنع الذكرى والتشوق ده لازم يكون في حاجة تدفعك ان انت تعيش بالذكرى والذكرى تتحول الى حياة ان انت تتشوق بعد ما فعلت العمل انك تتشوق للعمل التالي ولزيكم قالوا ايه من علامة التوفيق ان ايه الطاعة بعد الطاعة طب الطاعة دي ما بعد الطاعة المحتاجة ايه تشوق طب اهم حاجة في الطاعة هو ايه اهم حاجة عشان تتشوق سواء كنت من الفائزين سواء كنت من المكسورين سواء كنت من المقصرين ان انت تعمل ايه تتيقن من دوام مدد رب العالمين انا متشوق للمدد الجديد ان لله في ايام دهركم لنفحات لو كنت فائز انت دلقت الحلاوة فمتشوق لمزيد من حلاوة لإن شكرتم لأزيدنكم منتظر الزيادة لو كنت مكسور إلا حاصل تعرف أن ربنا جعل إن لله في أيام دهركم لنفحات عايزة إلا حاصل لربما ذلك المكسور يجبره الله سبحانه وتعالى فيعطيه ما لم يعطي للطائعين يا واسع ربنا واسع فإلا حاصل يتشوق الإنسان ويتشوق بقى للفرصة الجاية لو كان من المكسورين أو كان من المقصرين بقى يتشوق إنه يتم بعد ما أي مقصر آه التشوق طيب التشوق إن أنت تعمل إيه تشعل على قلبك بالشوق للنظر إلى وجه الله تعرف إن اللي بيعطيك التوفيق في العبادة هو الله فتبقى متشوق إن أنت تكون بينادي الله محتاج مولاك عايز تبقى مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاكر الصحابي لما قال لهم قلوا لي حاجة تشوقنا إلى الجنة فقال لهم فيها رسول الله ومن أكتر الحاجات التي تتشوقك إن أنت تشتقد إن أنت تكون مع حضرة النبي صايم مع حضرة النبي قائم مع حضرة النبي مع عملنا بتعرض على حضرة النبي فتتشوق تاني حاجة بقى تتعلق تتعلق يعني إيه؟ مش بس أنت بقى عندك إحساس ومشاعر بداخلك وإحساس بإنك أنت محتاج أن تذهب إلى العبادة ومحتاج أن أنت الدوم عنها لا تتعلق بقى قلبك يتعلق يعني إيه يتعلق؟ يعني تشعر بأن العبادة نجاتك تشعر أن العبادة نجاه فتتعلق بها تعلق الماذا؟ الهالك الذي يتعلق بإيه؟ بتوقي النجاة شو حضرة النبي؟ أرحنا بالصلاة يا بلاد والرسول اللي يساهم يقول ورجل قلبه معلق بالمساجد متعلق يعني إيه متعلق؟ هو داء الحلاوة لو كان من الفائزين متعلق بهذا الحبل مش هيسيبه طب واحد إيه اللي حصل؟ حصله تشوقه ومقصر هو متعلق بيقول لربنا لا تدعني بدونك لا أجد نجاتا أنا أريدك لا تدعني لا تتركني فمتعلق وبعد كده إيه؟ التخلق بقى بعد التعلق يعمل إيه؟ التخلق إن أنا أحول العبادة دي إلى خلق أشوف المعنى اللي في العبادة إيه؟ الصيام إيه المعنى اللي في العبادة؟ الافتقار فأحول الافتقار إلى خلق يعني إيه أتخلق؟ أحوله إلى في تفاصيل حياتي أدخل المعنى اللي في العبادة في تفاصيل حياتي شوف قدم لنا نموذج القرآن قال إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ومنكر ولا ذكر الله أكبر فإيه اللي يحصل؟ إيه اللي دخلوا في التفاصيل؟ إيه؟ إيه المعنى اللي أتخلق بيه واللي أتتني بيه الصلاة؟ قال لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء إن الصلاة حجاب من نور بينك وبين الفواحش بينك وبين الأذى بينك وبين الشر فأحاول الصلاة إيه المعنى اللي في الصلاة؟ الصلاة فيها حفظ يبقى إنت لما تدخل الصلاة وتخلق إنت خرج بمعنى الحفظ فأنت حاسس إن أنت في كهف الله يبقى الصلاة تدخلك في كهف الله أرحنا بالصلاة يا بيلان آه دخلت في كهف الله تابقوا ثاني حاجة إيه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر وإيه اللي يحصل وتخليك إنسان متزن مش إنسان شاز إيه اللي حاصل تكون إنسان متزن ولا ذكره الله أكبر ولا استحضار أنك في حضرة مولاك على الدوام بعد كده إيه اللي يحصل يبقى هذا التخلق يبقى حولت الصلاة إلى خلق في حياتي بعد كده التحقق التحقق يعني إيه أن أتحقق بأن كل هذا كان بتوفيق الله وأن الله معي وأن الله لن يتركني وأعيش بهذه الحقيقة بأن زي ما قالت كده سيدنا شعي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله آه يبقى أتحقق بقى أعيش الحقائق أعيش الحقائق إن الله أقرب إلي من نفسي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أعيش الحقائق إن الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنا متحقق بله فأتحقق فأعيش به طب إيه من الإجراءات السهلة اللي نحن ممكن نعملها وتوصلنا لده أول حاجة إن أنا أتيقن من مدد الله سبحانه وتعالى وأذكر نفسي دواء دائما بدوام مدد الله يبقى أذكر نفسي بدوام بدوام مدد الله سبحانه وتعالى إزاي أذكر نفسي بدوام مدد الله إن أنا أذكر النعم وأجعل عشر دائق بالصباح والمساء زي أذكر الصباح والمساء كده أعمل إيه؟ أسني على مولاي بإنه دائم التنعيم ليه دائم العطاء أقول له يا سيدي أعطيتني قلبا يشتاق إليك وأعطيتني روحا تهفو إليك وأعطيتني فؤادا مليئا بنظرك وأعطيتني جسدا بفضلك فيا سيدي يا من أنت غمستني في الجمال فاجعل ذلك الجمال بصيرة أرى بك أرى بها وجهك يا جميل يا سلام أثني على الله بما أنعم عليه وهو دوت اللي احنا لازم نتعوده عشان يبقى فيه ذكرى تاني حاجة إن أنا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى بماذا؟ ألا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالعدد وبالكم ولا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى برد الفضل لكن أتعامل مع الله بتعامل العبيد إن أنا دايما أعمل إيه؟ أرى أن الله سبحانه وتعالى مش إن أنا دفعت التمن وخاصة لو كنت من آل من الفائزين ما تشاورش إن أنا دفعت تمن حاجة الله سبحانه وتعالى تفضل علي منة منه ولذلك لازم يكون عندي كل ما فعل عبادة أولي الحمد لله على التوفيق فأقول له فهذا منك وليس مني فيامن كل خير في منك فلا تمنع عني ما كان منك لسوء ما مني أقول لي ربنا كده ده لازم أعمل كده تالت حاجة بقى إن أنا أكون العبد اللي على الوعد مع الله لازم يكون عندي عهد الله سبحانه وتعالى يقول ومن المؤمنين الرجال صدقوا معاهد الله علي لازم أكون على العهد والوعد اللي أنا كنت مع الله سبحانه وتعالى فأنقل العبادة إلى الحياة وأجعل كل يوم خدمة لحد من خلق الله فأجعل خدمة لخلق الله أرجو بيها واجه الله سبحانه وتعالى بالتالت حاجات دولة بالثناء على الله كل يوم عشر مرات في الصباح والمساء أسني على الله وأحمده على نعمة من النعم الحاجة التانية المهمة أن أنا كمان أكون مع الله سبحانه وتعالى وأعيد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه وفقني مع كل عبادة عشان أختم على العبادة بماذا؟ بختم النور بأنها من عند النور سبحانه وتعالى فلما أعمل كده لا أعجز ويوم عن عبادة لأن أنا طول الوقت عارف أن العبادة دي والطاعة دي من عند ربنا وعارف أن مدده دائم فأول حاجة مدده دائم تاني حاجة أحمد الله على التوفيق في كل عبادة رابع تالت حاجة أحول كل عبادة إلى خدمة لعيال الله سبحانه وتعالى عشان تبقى ذكرى إذا أنا نسيت يذكرني الناس إن دي أنا عملت بنور من أنوار العبادة ووفيت بما عهدت الله عليه يا رب اجعلنا على الدوام من الذين دخلوا في قولك من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهده الله عليه يا رب اجعلنا على العهد والوعد واجعلنا من أهل الدوام لكي نكون في الأبرار الكرام عندك وفي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام